نروح لأخبار نادي الزمالك ومصدر مقرب من محمود علاء مدافع الزمالك قال لنا في رقم عشرة إن اللاعب عنده عرض قوي جدا من نادي الاتحاد السكندري وبقى قريب جدا من الانتقال إلى الاتحاد السكندري تعارفين كان عنده حاجة في الامراض وكان سافر فعلا محمود علاء يتفاوض عليها في الامراض بس ما نكحدش فرجع تاني محمود علاء وأصبح قريبا جدا من الانتقال إلى الاتحاد السكندري وكده كده النادي الزمالك أعطى محمود علاء الدول الأخضر للرحيل عن الفريق عشان كده يبحث اللاعب معنا دي عن عرض للرحيل عن نادي الزمالك في الموسم القادم مصدر داخل نادي الزمالك قال لنا أيضا إن إدارة الكرة بالنادي مستنية عودة فريق بيرامدز من معسكره الحالي في دبي ليه؟ عشان يشوفوا هل فعلا جددوا لعبدالله السعيد ولا مجددوش لعبدالله السعيد عشان لو جددوا خلاص الزمالك مش هيتكلم تاني في موضوع عبدالله السعيد لو لسه مجددوش هيفتحوا حوار آخر مع نادي بيرامدز مع عبدالله السعيد لعله وعسى ينضم النادي الزمالك وما زال نادي الزمالك عنده رغبة في ضم عبدالله السعيد ولو سنة حسن معلوماتي ولو سنة ولو موسم واحد شايفين عبدالله السعيد هيبقى لاعب مهم جدا وشايفين إن ختام حياته في نادي الزمالك تبقى حاجة مهمة للنادي ولللاعب بكل تأكيد